السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر محمد مختار معلم أول لغة الإنجليزية أعزائي طلاب الصف الثالث الإعدادي بكمل معاكم ده الفيديو الأخير في قواعد الترم الأول لسنة 3 عدادي المراجعة النهائية ونراجع مع بعض عندنا قواعد الوحدة الستة برضو حاجة لزيزة وبسيطة القواعد أنا شايفها أصلا مش صعبة خالص حاجة بسيطة جدا عندنا بنتكلم على المودال verbs اللي هي الأفعال النقصة الأفعال النقصة شباب عندنا تعالوا نتكرون مع بعض عندنا will, would, shall, should, can, could may, might, must دي الأفعال النقصة إيه اللي بيميز الأفعال النقصة؟ إن الأفعال النقصة دي يا شباب بيجي بعدها دايماً الفعل في المصدر دايماً بعدها الفعل يكون في المصدر بدون أي إضافات طيب ليها استخدامات؟ آه ليها استخدامات تعال كده نشوف أولاً في النستة اللي هي الضرورة قال لنا في المضارع in the present قال لي باستخدم كلمة must والمصدر يعني يجب وإخواتها اللي هما have to وهas to والمصدر يبقى must والمصدر وإخواتها اللي هما have to وهas to اللي هو يجب أن أو عليه أن والمصدر برضو بس لازم have بعدها to وهas بعدها to أما must ما يجيش وراها to يجي وراها المصدر مباشرة الأفعال النقصة كلها شباب will, would, can, could, shall, should, may, might, must يجي بعدها المصدر مباشرة بدون ما استخدم معاهم to تمام؟ طيب أما have to وهas to لازم وراهم to لأن المن غيرهم كلمة have وهذا شباب ممكن أستخدمهم كأفعال مساعدة أو ممكن أستخدمهم كأفعال as تمام؟ خلي بالك أن have to وهas to have وهas هنا أفعال أساسية والنفي بتاعهم don't have to وهنا doesn't have to تمام؟ طيب تعال كده نشوف مثال قال لنا friends must keep secrets الأصدقاء يجب أن يحفظوا الأسرار هنا must keep secrets I have to be good at science subjects يعني يجب أن أكون جيدا في المواد العلمية طيب أما في الماضي in the past باستخدم الماضي a must مالهاش ماضي يبقى بجيب مين؟ الماضي من إخوتها have to, has to يبقى have to كان يجب والفعل في المصدر I had to tell my parents كان لازم أخبر والدي المصدر had to about my exam results عن نتائج امتحان طبعا والنفي بتاعنا في had to didn't have to ليه? have علشان شباب didn't مفترسة لازم ترجع هاد لأصلها تبقى have to وهنا has نفيها doesn't have to برضو خلي بالكم الحتة الصغيرة دي مهمة جدا طيب عدم الضرورة اللي هو lack of necessity قالنا in the present هقول don't have to أو doesn't have to يعني مش لازم مش لازم شوف معناها إيه؟ مش لازم ويجي بعدها المصدر you don't have to see this as a negative thing يعني مش لازم تشوف هذا كشيء سلبي فاكرين الولد اللي كان ايه؟ اللي كان embarrassed علشان هو so tall أو very tall طويل جدا فصاحبه قال له ايه؟ قال له ايه؟ your height is not a problem يعني طولك ده مش مش مشكلة ومش negative thing يعني don't have to شوف لما قولك you don't have to get up early tomorrow is a holiday بكرة أجازة يبقى انت مش لازم تصحى بدري طب لو صحي بدري عادي مفيش مشاكل خلي بالك لما بستخدم don't have to وdoesn't have to لما بقول مش لازم طب لو انا عملت الحاجة ديت عادي جدا طب اقول لك you don't have to hurry انت مش لازم تسرع we are early احنا مبكرين طب لو مشينا بسرعة مفيش اي مشاكل عادي جدا دي عدم الضرورة بس عملتها مفيش مشكلة طيب في الماضي طبعا didn't have to يعني ما كانش لازم اعمل i didn't have to do what my friend suggested يعني ما كانش لازم افعل ما اقترحه اصدقائي الاصدقاء لما اقترحوا كده ان هم cyber bully ولد عندهم موجود معاهم والولد طبعا كتاب له unkind comment يعني تعليق غير لائق كده او غير طيب on social media يبقى ما كانش لازم افعل شايفهو زي بيكون بيندم كده ما كانش لازم افعل ما اقترحهو اصدقائي طيب نيجي بقى للنهي والتحريم والمنع اللي هي استخدام mustn't و mustn't تختلف تماما عن don't و doesn't have to هنا بقول مش لازم انما هنا اهو يجب قال لا يعني لو عملت الحاجة دي هتقع عليك مشكلة كبيرة ممكن المشكلة دي قانونية مشكلة ادبية ايا كان بيجي بعدها المصدر قال لي زي ايه i mustn't talk to some people in the class يجب قال لا اتكلم مع بعض الناس في الفصل اقول لك you mustn't smoke in the hospital you mustn't walk when the traffic lights are red خلي بالك يبقى mustn't يجب قال لا يعني ايه يعني اوعى تعمل الحاجة دي بسميها انا دايما اوعى تعملها لانك لو عملتها تبقى في مشكلة ضخمة جدا طيب advice النصيحة بقى عشان انصح عادي خالص باستخدم كلمة should و shouldn't ينبغي ولا ينبغي should ينبغي shouldn't لا ينبغي يجي وراها الفعل في المصدر وخلي بالكو انا ممكن انصح باستخدام must بس هنا النصيحة تبقى قوية يعني ايه يعني انا ممكن اقول لك you should see a doctor ينبغي ان تذهب للطبيب او طرى طبيبا طيب لقيتك تعبان اوي هقول لك you must see a doctor يجب انك تشوف دكتور يبقى ممكن استخدم must للنصيحة القوية برضو يا شباب طيب should و shouldn't ينبغي ولا ينبغي يجي وراهم المصدر برضو افعلنا قصة يبقى وراهم الفعل في المصدر you should talk to your friends in a good way ينبغي ان تتحدث مع اصدقائك بطريقة جيد you shouldn't tell others about your password لا ينبغي ان تخبر الاخرين بكلمة المرور بتاعتك بنصحك وانت حر بقى طيب possibility بقى الاحتمال اللي بستخدم might اللي بمعنى ربما والفعل في المصدر عادي خالص they might be more understanding than you think ربما يكونوا اكثر تفهما مما تفكر او تعتقد يبقى هنا might يا شباب يعني ربما للاحتمال ability in the past بقى القدرة في الماضي خلي بالك القدرة في المضارع الاول باستخدام كان عادي خالص يستطيع انا استطيع I can't swim I can't swim استطيع اني اعوم لا استطيع اني اعوم طب في الماضي باستخدم could and couldn't يعني استطاع ان او لم يستطع ان وبيجي وراها المصدر برضو طيب بتساوي ايه بقى خلي بالك was aware able to المصدر يعني كان قادرا على ده في الماضي خلي بالك لان في المضارع am was are able to المصدر هو يكون قادر على لما اقول I am able to run when I was young مثلا when I was six انا قادر على او طبعا لا في الماضي يبقى I was able to run when I was six انا كنت قادر على ان اجري لما كان عندي ست سنوات يبقى هنا كان قادر على لها بتسوي كلمة could I could ride a bike when I was four استطعت ان اركب عجلة لما كان عندي عندما كان عندي اربع سنوات كريم was able to speak english at the age of seven كريم كان قادر على ان يتحدث الانجليزية في سن السابع We couldn't understand why he did it لم نستطع ان نفهم لماذا فعلها They weren't able to solve the difficult problem هم لم يكونوا قادرين على ان يحلوا المسألة الصعبة I wasn't able to do this difficult sum ما كنتش قادر على ان احل المسألة الصعبة This difficult sum كلمة sum يعني مسألة شباب The children were able to tidy the house themselves الاطفال كانوا قادرين على ان يرتبوا المنزل بانفسهم طيب ده كلام جميل تعالوا بقى دلوقتي نطبق اللي تعلمناه نحل شوية يلا بينا تعالوا نشوف كده السؤال ده هيجينا في الامتحان زي تعالوا كده شاب نشوف قلنا complete the sentences with the correct form of the word in practice يعني اكمل الجمل باستخدام الصيغة الصحيحة من الكلمة او الكلمات اللي بين الاقواس ده شكل السؤال اللي هيجينا على القواعد يا شباب خمس اسئلة هيجينا خمس اسئلة فيه كلمة خاطئة بين الاقواس هبدأ اصححها خاصة بالقواعد اللي احنا درسناها تعالوا كده نشوف مع بعض طبعا في بعض الحلول هنا هتلاقيها خاطئة مفيش مشاكل هنقول طبعا الصحية اول حاجة بيقول مستر صابري has been at this school for 2020 ايه ده لحظة كده احنا عندنا مستر صابري has been ده مضارع تان وعندي سنة او ده فور ما بيجيش وراها سنة ما يعشان كده خطأ اهو يبقى مين اخت فور since منذو 2020 it's lara's birth day to day عيد ميلاد لارا النهاردة and she has has a lot of cake اه هاز ايه هاز وتصريف ثالث للفعل eat it eaten يبقى اكلت كثير من الكيك i not read that book yet كلمة yet في نهاية الجملة بتاعة المضارع التام يبقى i haven't read خلي بالكو مش didn't read طبعا اكيد ليه لان هنا yet في المضارع التام هازوها في تصريف ثالث ولازم تكون منفية خلي بالك مش شرط ان هو يروح هطط لك نقط هنا خلي بالك ممكن في الامتحاني تجيب لك بس الفعل اللي هو read دو يبقى انت لازم تقول ايه i بتاخد have وhave لازم انفيها عشان yet يبقى haven't read تصريف ثالث للفعل طيب بتاعنا كده نكمل surf the internet يتصفح الانترنت يعني i dropped my phone هنا dropped ماضي بسيط يبقى بعد as ماضي مستمر يبقى i was surfing i was surfing بينما انا كنت اتصفح الانترنت i dropped my phone يعني وقعت التليفون the grey carpet is nice السجادة الرمادي لطيفة او جميلة but i prefer the orange one لكن انا افضل البرتقالية because it is colorful قال لي كلمة most من الصح او يبقى it's more colorful اكثر او زي هي في الالوان اكثر يبقى ليه اشمعنا مور علشان هنا انا عندي اتنين المفروض بقارن بينهم سجادة رمادي وسجادة برتقالي يبقى more colorful يعني اكثر جمالا علشان مقارنة بين اتنين the film was terrible الفيلم كان فاضيع i think it was the worst the worst اعطلنا ما زي يبقى the worst تمام the worst تمام the worst طبعا الآيه the worst علشان هي الاسوأ the worst film i have ever seen i was disappointed هنا disappointed to hear that the community center was closed يبقى i was disappointed انا كنت محبط عشان سمعت ان مركز المجتمع اغلق the children were very the children were very were very الاطفال كانوا اه were very excited كانوا متحمسين جدا when they saw محمد صلاح لما شايفوا محمد صلاح we are going clean up the neighborhood at 7 am الساعة 7 صباح يبقى we are going to clean up احنا نوين ننظف الحي بتاعنا الساعة 7 صباح how long has your father here عندنا has تصريف ثالث من work worked we have never be to france يبقى we have never been to france لما نذهب ابدا لفرنسا طيب نقط بيقول لي does your mother made made this the birthday cake خلي بالك اه عندنا made هنا يا شباب تصريف ثالث للفعل طب ليه مستر ليه مش ماضي ماهو لو ماضي يا شباب وجبت فعل مساعد did كان لازم اقول make يبقى هنا عشان الماضر مفرد هقول has خلي بالك مش is is دي مش صحيحة has your mother made the birthday cake يعني هل والدتك صنعت او اعدت طرطة عيد الميلاد يبقى has your mother made where have you have هي يبقى التصريف الثالث مضارعة تام spent 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 سارة didn't make dinar yet طيب yet موجودة يبقى مضارعة تام منفي يبقى عندنا سارة hasn't made made خلي بالك مش make hasn't made the dinar yet last friday ريحة للدنيا الماضي البسيط صح ليه الجمعة الماضية we have gone to ban يبقى من have gone هقول went الفعل الاساسي هو gone يا شباب يبقى هقول went my sister already have done the housework لا مش already هقول ايه have already لازم اعكس have وتصريف الثالث have already done بالفعل عملت شغل البيت housework maryum hasn't gone shopping yet maryum لم تذهب للتسوق yet ليش معنى yet يا مستر مكان already علشان الجملة هنا منفية في المضارع التاني students has to wear the school uniform يبقى روح ايه يا شباب must wear the school uniform يجب or have to تمام بس انا مع must اكتر خلي بالك لان الزي بتاع المدرسة ضرورة والزام لازم ألبسه تمام يبقى students must wear the school uniform we don't have to touch these objects it's forbidden forbidden يعني ممنوع يبقى mustn't يجب ألا نلمس هذه القطع لأنها ممنوعة ممنوعة طبعا she is in trouble هي في ورطة we should help hair ينبغي أن نساعدها طيب لو استخدمنا مصد يجوز بس هنا ممكن أستخدم should أفضل it's friday يعني النهاردة الجمعة we get up early يبقى we don't have to get up early مش لازم نصحة بدري سوى لازم طبعا المفروض نصحة بدري يعني علشان نستعد لصلاة الجمعة from the bank من البنك turn right أيوة turn right يعني اتجه يمينا فاكرين لما قلنا ال directions الاتجاهات بنستخدم فعل أمر دايما turn يعني فعل بدون أي إضافات turn right اتجه يمينا and go straight on وعندي and خلي بالك اهو لما بيجي قبلها مصدر بعدها مصدر قبلها مضارع بعدها مضارع قبلها ماضي بعدها ماضي وهكذا فخلي بالي my son goes to school ابني يذهب المدرسة 7.30 every day 7.30 كل يوم يبقى 7.30 يعني الساعة 7.30 قبل الساعات what time the train to uswan leave الله عليك دخلنا بقى على جدو الموعيد يبقى مضارع بسيط يبقى does the train to uswan leave ليه does علشان الترين مفرد يبقى فعلا مساعد does مضارع بسيط لانها جداو الموعيد the program finish at 12pm يبقى the program finishes بينتهي الساعة 12 جداو الموعيد برضو شباب خلي بالك finish اخرها sh فلازم اضف لها es his car سيارته is تكون much modern than mine هنا modern صفة طويلة يبقى is more modern than mine يعني اكثر حداثة من بتاعتي او ملكي الياسة يرتيع بنكمل برضو my cousin is faster than my brother يبقى fast هنا صفة سيارة هقول faster than اسرع من طيب neither either or or is او الملاقي or يبقى بدل neither هقول either either خليها كابتل عشان بداية الجملة يا شباب خلي بالكم من التكات الصغرانات الصغيرة التي يعني يفضل ان احنا نمشي بالبنكتو مصبوط يبقى either علا or اسراء goes shopping on fridays what were you doing ماذا كنت تفعل when i phone you بعد when ماضي بسيط لان قبلها ماضي مستمر يبقى phone هتبقى phoned هضيف حرف d while جاء we was sleeping the phone rank بس هو هنا مسهل قوي هو بدل was هتبقى where بس we were sleeping بينما نائمين تريفون run when is honey go to luxor when is honey going to luxor يعني متى هاني يذهب الى luxor the film was bored ينفع الفيلم كان the i don't recommend to you لا ارشح لك يبقى the film was boring هتشيل طبعا the i عند اضافة i ان جاء شباب هي أصلا boring we decided that we طبعا اول ما قال احنا قررنا على طول يبقى ناويين نعمل that we are going to go on a school trip ناويين نذهب في رحلة مدرسية how are you going spend يبقى to spend your weekend i have just عندي have هو just تصريف تالت من have had have had had sami was driving home كان سايق ومروح البيت as he saw a terrible accident بدل as ستبقى when عشان يبقى بلها الماضي المستمر وبعدها الماضي البسيط so يبقى when عندما رأى حادث فضيع have you never ridden a camel سؤال في المضارع التام يبقى هجيب اخت never have you ever ridden a camel is your parents going to travel to her gada حل بسيط قوي your parents parents جمع are your parents going to travel to her gada she has not seen him since a long time a long time for a long time لمدة وقت طويل 4 since how many have you lived in this town how long have you lived in this town my friends didn't visited 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 with since الله last month day what since last month day the 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 since since in the time my friends have visited Mr didn't haven't visited if he has have have it have have let's 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 look at this the I have got married a few months ago ago الله ماضي بسيط يبقى على طول بدل have got ها ايه I got married على طول I got married تزوجت How are you going solve this problem going to المصدر يبقى going to solve We haven't gone to school yesterday يستردي ماضي ما فيش اي اشار للمضارع التام خالص يبقى ايه يا شباب We didn't go We didn't go to school yesterday طيب Does your mother cooked lunch Cooked ما ينفعش على استخدام dead هنا Has your mother cooked lunch تجد ان بعض الجمل في الاخر هنا بتتكرر ثاني Where have you spent The summer holiday Where have you spent We decided that we are going to go So I buy this book last Friday يبقى I bought B O U G H T شباب اشتريت الكتاب ده الجمعة الماضية My new bike is faster than yours يبقى faster than اسرع من دركتك This machine is neither Useful لا مفيدة Nor مش or Nor cheap ولا رخيصة مونة Didn't make lunch yet يبقى مونة Hasn't made lunch yet آية has just ها تصريف ثالث من did has just done زمن المضارع التام هزوا في تصريف ثالث Where have you spent The summer holiday مضارع التام برضو I bought this book last Friday دي الجمل المتكررة عندنا آية آخر حاجة عندنا هنا I have just done her homework I have already had my lunch Either علي or Sammy goes swimming on Fridays رؤى Hasn't studied her lessons طبعا هزنت منفية في المضارع التام يبقى بدل هجيب yet اللي بتيجي في آخر الجملة المنفية في زمن المضارع التام كده نكون خلصنا شرح قواعد الترم الأول كلها آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ شكرا